بيان إلى الرأي العام باسم النساء في منطقة الخط الشرقي فإننا اليوم نحن كنساء ندين ونستنكر المؤامرات الدولية على مناطق الشنقال بوضع جدار وحصار أهلها وممارستهم عليهم من تعذيب وقصف وتهجير وندين ونستنكر ما يجري في منطقة الشيخ مقصود من مؤامرات حكومة الشام وفرض حصار على أهالي المنطقة من الناحية الغذائية وفرض ضرائب على أهالي المنطقة وممارست الفرقة الرابعة من سلب وسرقة حقوق الشعب ونستنكر موقف الدول على القائد عبدالله أوجلان بفك العزلة عن القائد لهذا قامت هذه المؤامرات نتيجة فشل ولتحطيم مشروع الإدارة الذاتية واتباعهم للمؤامرات أين منظمات حقوق الإنسان أين دول العالم بما يحدث في هذه المناطق وعلى ما يجري بحق القائد عبدالله أوجلان من ظلم وحصار على الشعب ونحن كنساء نساند أهلنا في مناطق الشنكال والشيخ مقصود ونقول لهم نحن معا يدا بيد ونحن أكبر من هذه المؤامرات التي تقام وتجري في المناطق وسوف نبقى شوكة في أعناقهم مهما حاولتم من المؤامرات على جميع المناطق ونناشد العالم بأكمله الوقوف في وجه هذه المؤامرات التي تقام على القائد والمناطق ونطالب بالتوقيف هذه المؤامرات فإننا نرى فرض الحصار على القائد وعلى مناطق الشنكال والشيخ مقصود والأشرفية نتيجة نجاح مشروع الأمة الديمقراطية